عمر مرموش نموذج للمصري الطموح اللي بيحدد هدف سمعت حضرتك وتبتتكلم انه هو ازاي يتعلم وازاي عاش الاجواء وازاي يعني يشتغل على نفسه يتعلم اللغة عنده تحدي كبير عنده اسرال كبير وهو نموذج ممكن يكون مهم وملهم لشباب كتير لأنا نسيتك برضو ما اتكلمت الراجل ده خرج من قد دجلة خرج بستة وعشرين الف دولار بدأت تزيد لخمسين لمية لامتين لربعمية النهاردة اتنين وعشرين مليون يورو ممكن جدا يكون عندنا يعني اكتر من مرموش شكلا لكن مضمونا لازم اللي عايزي بقى مرموش لازم يمشي على خطى مرموش اللي هي يبقى عنده الاسرار وعنده العزيمة وعنده الطموح وانه يأخد الفرصة وانتتاح له الفرصة لانه هو مفكرش انا او الناس المكان في دجلة وخرج برا ما كانش التفكير حيجيب كام او هنكسب منه ايه او ان هو طلع بكام ما هياش فاشخرة انها طلع بمبلغ كبير مش فاشخرة لكن من الشطارة ومن الجدعانة ان انا لما اطلع بمبلغ صغير زي انا بيحصل في افراقيا كلها ايوه بيحط رجله وبيكمل المسيرة بتحدي كبير فالخصة كلها مش هطلع بكام لكن انا هطلع عشان اعمل ايه بس ده اقدارت نادي برضو يعني برضو ادارة الاندية عندنا هنا دايما تقولك لا والله انا اللاعب ده عندي قيمة كبيرة انا هتلعه بملايين كتيرة جدا وفي الاخر اللاعب بيفضل معنا هنا في مصر بياخده النجومية وبياخد الفلوس وكل ده وما بيطلعه اشفه رب فالإدارة اللي تبقى متفاهمة ده برضو انها هطلعه بسعر قليل بس ياخد مستقبل كبير جدا وهيفضل يعني هاللواتي بنتكلم على ودي دجلة ومرموش بيطالك اسم النادي يتردد طول الوقت كم انا حزين بكلام حضرتك ده بالفرصة اللي جاءت مثلا لابراهيم عادل ام ام كان ميزارجن تحسن في الدرع المبية عمل اهداء جميل جدا جدا جاله نادي اسباني كويس ختافي من الهندية كبيرة اللي دايما بتلاسوع في ريال مادريد ومشلونة وشوفنا بقى المشهد الغير لائق ان الولد ماكملش تجربته مع انه كان ممكن جدا جدا يبدأ في دوري كبير وبالتالي يكمل عندنا واحد برو فيرود وجناح وقصة كده يبقى مهم جدا فمسألة ان احنا نطلع اللعيبة مهمة جدا انه يطلع لكن مش بس يطلع احنا فيه لعيبة عندك اسماء مش عايزة لطة يعني لطة فحد ده فيه فترة من فترات سافر تمانية تسعة على البرتغال مع بعض اسماء معروفة صحيح وكلهم رجعوا تمام؟ بعدي فيه ناس كانت بتبكي عشان تسافر صحيح وكلام فاضي فالفكرة مش مسألة ان انا اسيبه بسعر كويس لا لازم اكشف عليه الاول واشوف كوال عقلية واشوف امكانياته واشوف تربيته واشوف ثقافته قبل ما صفره على فكرة مش بس امكانياته برجله يا مش بس امكانياته في اللعبة انا عاش عايز كده انا عايز مخه وعقله وقدراته وازاي هيقدر اتعامل موسيقى